السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل ما وعدكم في الحلقات الماضية أني أنزل فيديو ودليل شامل لصناعة فيديوهات الانيميشن بالذكاء الاصطناعي بهذا الفيديو رح ألخص كل شي خص صناعة فيديوهات الانيميشن بالذكاء الاصطناعي وكل الأدوات وكل المصادر المجانية رح أتكرها بهذا الفيديو ورح أتكر كل التفاصيل وكيف نحل المشاكل اللي رح تواجهنا في صناعة أو مرحلة صناعة فيديوهات الانيميشن بالذكاء الاصطناعي وراح يكون هذا الدليل شامل لكل شيخ اصحاب يصنع فيديوهات الانيميشن بالذكالة الاصطناعي. جيب مشروع بكم مفضل. وتابع معي حتى النهاية عشان استفيد مع بعض. يا حياكم الله. اهلا وسهلا بكم الجديد. معكم مشعل. يا اهلا وسهلا بكم. طبعا الحلقة هذه مليئة بالمعلمات المفيدة والمواقع والادوات المجانية لصناعة فيديوهات الانيميشن. بحثت واخذت وقت طويل حتى جمعة جميع العدوات اللي خاصة في تحريك الصور بشكل مجاني. اول خطوة نروح على موقع مثل ما انتم شايفين قدامكم. اه انا كتبت سكريبت. تمام. سكريبت معين. كتبت فيه مدة مدة السكريبت لا تتجاوز ثلاثة ثانية. وطلبت من يكتب لي سكريبت عن طفل صغير يعيش في بيت صغير مع جدني في مزرعة وهذه المزرعة تواجد بها احسنة ومعز وخراف ومناظر طبيعية جميلة ومحاصلة زراعية في كل مكان. اما زرعة ويجد فيها هذي ويجد في هذه المزرعة طيور جميلة تطير. واريد ان تكون هذا المشهد بلغة العربية والانجليزية. هذا المشهد طلبت منه انه يكون بلغة العربية والانجليزية وطلبت منه لا يتجاوز ثلاثة ثانية. ليش لا يتجاوز ثلاثة ثانية? لانه الادوات اللي راح استخدمها تسمح لك فقط خمسة ثانية انك تشتغل عليها بشكل مجاني. انتوا راح تجربونها وتشوفونها كلها مع بعض. وراح نشوفها مع بعض كيف راح اشتغل عليها. ولغة العربية وانجليزية بعد اني سوات الحركة هذي. عشان ايش? اصمم الصور ببسط انت كي اصطناعي. طيب اول خطوة ان شاءنا السكريبت. هذا السكريبت قدامي. تمام? تقدر انت تكتب وتاخدوا راح اترككم في الوصف عشان انتوا تاخذونه نفسه ممكن يطلع معكم نفس المدخلات والمخرجات. انا راح انسخوا من جديد واطلب انشئ ليها من جديد. تمام? عشان نشوف بعض المشاهد كيفية من شاءنا نلاحظ ايه يعطيني نتائج للمدخلات اللي يعطيتوا اياها. كلها يعني انت تعطي بعدها تعطي البرومبت هذا او المشاهد هذي لموقع التصميم الصور. بعدها تعطي لموقع التحريك. كلها تعتمد على البرومبت لذا كركز معين عشان تكون اه الامور كلها ماشية معك صح في صناعة فيديوهات الانميشن خطوة بخطوة حتى نصنع فيديوهات الانميشن لاني شاهدت كثير من الحلقات لتشرح صناعة فيديوهات الانميشن كلها داخل بعض المعلومات وما في يعني شي واضح ولا خطوة بخطوة لعني اشرح لكم خطوة بخطوة وكيف نواجه العقابات لانه اصلا الذكاء الصناعة ما رحيطيك اشياء دقيقة مية بالمية لازم نظل تحاول وتطول في المحاولة محاولة ثلاث ستطلع للشي اللي في بالك طيب الان انشأة الآن نروح الخطوة ثانية اه توليد الصور وتصميم الصور بواسط الذكاء الصناعة برسمها اكتب لحظة طبعا اكتب لحظة فرح الطفل عندما يلتقي بحصان بفضل يشعر بالحلال من خلال لمسته الدافئة لمسته الدافئة اه ابدأ وصف الصباح الهادئ في مزرعة حيث يستيقظ الطفل على طيف الشمس الدهبي وصوت الطير وآآ هذا خلنا نشوف الاول تمام اللي هو يبدأ من هنا باللغة الانجليزية عشان ناخذه على موقع انا الآن موجود على موقع على موقع طبعا راح السق الامر هنا اللي ما يعرف موقع انا شرحت فيديوهات كثيرة عن موقع اللي هو نفس موقع مجنوري راح اتركلكم كل الفيديوهات اللي ايش راح استخدام موقع من الصفر عشان ترجعوه واختص عليكم الوقت طيب الان راح اعطيكم عدة اشياء اساسية استخدمونا في هذا الفيديو عشان نطلع مخرجات صحيحة على موقع اول شي نحدد المقاس اللي راح نشتغل عليه للصور ايش هان راح اشتغل وحرك الفيديوهات هذا ايش مقاس الفيديو اللي راح اشتغل عليه هذا اشتغل عليه مقاس طولي اللي هو طولي بالطول يجي هكذا يعني مقاس جوال او ريلز او تيك توك او انستجرام ريلز او ريلز او يوتيوب او مقاس العرض اللي هو ستعاش على تسعة المربع او تسعة الى ستعاش اللي هو طولي انا راح اشتغل مربع زي المقاس هذا تمام عشان انا الفيديو راح اعرضه على منصة اليوتيوب او ايش راح نحدد المقاس ستعاش على تسعة بعدها الروح نحدد اا بوبليك اميجيك تمام او اا برومبت اميجيك بعد رروح نختار الستايل الستايل مهم جدا انك تختار الستايل المناسب لصناع الفيديوهات انا اختار ستايل 3D animation style هذا الستايل الخاص في صناعة او توليد الصور الكرتونية اللي تكون على اا ستايل انيمي او 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 ازايل انيميت اذا كان اه تناسق الوان الصور مع بعض هاتم لسقط الامر او المشهد الاول السقم الجديد تلاحظني اضفت كلمة اخر شيء اللي تسمى استيديو قيهبلي الميعرف استيديو قيهبلي هي شركة معروفة استيديو قيهبلي استيديو استيديو قيهبلي هي شركة يابانية من عام 1985 معروفة في صناعة وانتاج فيديوهات الانيمي انا طويت من الذكاء الصناع انه يصمم لي هاي الصور زي اه ستايل اه شركة استيديو قيهبلي عشان يفهم اني احتاج شيء عالية للجودة وكواليتة عالية ابدأ اصمم المشهد الاول طيب اصدقائي هذا المشاهد عندي الان تولدت جميع المشاهد ولدت جميع المشاهد حسب السكيروتة اللي كتبناه مع بعض اللي هو استيديو قيهبلي وكل الامور مرتبة عندنا مثل ما اشرحت لكم بالبداية تصممون الصور كلها موجودة مع بعض اول مشهد ثاني مشهد وثالث مشهد ورابع مشهد وخامس مشهد كل الصور الان انشأت على موقع النار دوي اي وموجودة عندي نشوفها قدام بعض هذا مشهد الاول هذا مشهد الاول اللي هو السماء والزرقاء تمام نفس المشهد نفس الكلام بس لاحظ اني اضفت كلمة اللي هي استيديو قيهبلي عشان ايش يعطيني مسل ما قلت لكم انزل اول مشهد هذا مشهد الاول اللي هو السماء الزرقاء اعطي اوكي تنزي من هنا هذا مشهد الاول ننزل معايا شوف السماء صافية جدا وجودة الصورة مية بالمية جودة كوالتي وجودة عالية طيب راح مشهد ثاني الحصان والطفل عندي الان اكثر من الصورة انا ولدت اختار الشكل او الاتجاه المناسب راح اختار هذا الاتجاه جميل هذا الصورة جميلة تمام احط له داونلود هذا مشهد الثاني المشهد الثالث هو مع الخراف او الخراف تضحك او كده تبتسم عندي عن عدة صور انشأتي بوسط ذكاء اصطناعي هذا مشهد الماء الذي يضحك اي واحد منها تختار ما في مشكلة انت حسب ذوقك وحسب اللي انت تشتغل علي من فيديوهات الانيميشن والاشياء اللي انت تري تحتاجها عندي هذا الفيديو هنزلوا هذا خلي المشهد الثالث المشهد الرابع الجد والطفل الجد مع العصافير نطني داونلود هذا مشهد الاخير هذا اربعة هذا ثلاثة طيب انا خليكم مركزين معي شوي عشان ننطلق لمرحلة الثانية مرحلة التحرير مرحلة التحرير طبعا عندنا اكثر من اداة عندي اداة اسمها بيكا اداة بيكا هذه لازم اول شي تنزل منصة ديسكورد منصة ديسكورد معروفة هذا منصة تقدر تنزلها لجوالك وهي من اهم منصات الموجودة لها تربط ادوات الذكاء الاصطناعي مع كل اداة من ادوات الذكاء الاصطناعي مجانية او مدفوعة تربطها في مكان واحد منصة مهمة جدا للمهتمين في الذكاء الاصطناعي لازم ينزلونها معروفة جدا لها تطبيق على الجوال ولها موقع الالكتروني لها تطبيق على الويندوز او على ماك انا منزل عندي ادخل عليها تدخل عليها باسم بايميلك الان دخلت على موقع ديسكورد موقع ديسكورد من المصات المهمة جدا الان لاحب عندي ادخلت المصة رئيسي تلاقي فيها مدجونهري ادوبي فاير فلاي كلها موجودة فيها مدجونهري كل الادوات اللي انت تحت تهتم فيها في توليد الصور ان شاءال فيديوهات بوسط دك اصناع موجودة الان اروح للمنصة بيكة هذا موقع بيكة مصة معروفة في تحريك الصور لو تروح للموقع الرئيسي هذه هي بيكة شوف لو تسجل الان يطلب انك تزيب الدخول عن طريق جوجل او عن طريق ديسكورد بفضل يكون عندك حساب على ديسكورد يكون افضل يعني الان لو مباشر اضغط على ديسكورد مباشر اححولني على منصة ديسكورد مباشرة نشوف الان ما الان انا منزل اصلا ديسكورد بشكل اردي موجودة عندي بوسط دك اصناع صورة اروح للمشهد الاول مثلا المشهد الاول سطحة المكتب المشاهد اجيب المشهد الاول اعطي اوكي طبعا هذه الطريقة الاولى المجانية عن طريق منصة بيكة منصة بيكة هي معروفة منصة معروفة في تحريك الصور لو تلاحظ معي الصور المحركين هنا بواسط دك اصناعي وبعدها في منصة احترافية راح نبدأ نشتغل عليها مع بعض ونشوف كيف راح نشتغل عليها تقدم لك تجربة محدودة لكنها احترافية اكثر من منصة بيكة واغلب صناع المحتوى والممتجين والمهتمين بالذكاء اصلا لا يعتمدون عليها بشكل كلي فيها كثير من الادوات المدفوعة والمجانية لكن هذا المنصة وهذا الموقع اللي هو بيكة موقع مجاني بالكامل يعطيك تحريك لا محدود للصور بطريقة احترافية تقدر تعتمد علي بشكل مجاني كليا والموقع الثاني يعطيك تجربة مجانية لكل مرة تسجل فيها دخول للمنصة اللي هو اسمه موقع رانيوي راح نبدأ نشوف كيف نشتغل عليه وكيف راح نشتغل على موقع مرصة بيكة الان بدأ بتحريك الصورة انا رفعت اول صورة تقدر ترفع عن طريق موقع بيكة او تقدر ترفع عن طريق منصة ديسكورد الان لو راح لمنصة ديسكورد نفس الطريقة انا اول خيار عندك عدة قنوات تقدر تشتغل عليها هذا القناة الاولى تلاحظ معي كيف التحريك يكون على المنصة هذا بواحد حط له صورة شلال طبعا تحريك فيها بعض احان يكون كويس وبعض احان يكون كويس حسب جودتها الصورة وكل مرة تعطي المدخلات راح يعطيك مدخلات مختلفة يعني تمام اروح على اسفل في الشريط اضغط هذا الخيار الاول طبعا تقدر متل ما شرح تقدر تاخده من الموقع نفسه اذا كنت موجود على الموقع موقع بيكة هذا موقع بيكة نرفعت له الصورة شوف ما نحرك لها سواء لحركة دخولية للصورة وراح طبعا هذا الشيء السيء انه يعطيك علامة مائية تقدر تزيلها بالمواقع الثانية راح نشوف نشرح كيف راح نزيل للعلامة المائية هذا المشهد الاول كيف حرك ليه شوف على نفس مصد بيكة وعلى منصة ديسكورد نفس الطريقة مثل ما شرحت قبل شوي تقدر تعطيه برومبيت من هنا وتقدر تعطي موقع بيكة نفس الموقع الرسمي برومبيت خاص في الصورة راح اضيف برومبيت اللي هو نفس الموجود في موقع عني ناردوي اي اي نجيب اول مشهد اللي اضافناه نضيف معه كلمة استيديو غي هوبلي يعني عشان يفهم منك الدكاء الصناعي اكثر للمشهد كيف راح يتحرك انت تحاول تضيف اشياء تفصيلية تضغط على هذا مربع مرتين على مور لان راح يطلب لك تضيف برومبيت بهاذا الطريقة تلسقه تعطيه انتر مباشر يبدأ يصمم لك الصورة بواسطة هذا الموقع اذا اتهت منك الصورة ما عرفت الصورة وين تروح وين تلقاها تروح على ام بوكس من هنا راح تلاقي الامر الخاص بيك بهذا المكان ويتيجي يعني خلال اربعة دقيقة خمسة دقيقة واذا تتهم لك الامر وترجع عليه من هنا تترجع عليه فقط تضغط على خيار هذا خيار jump مباشر يوديك على الامر اللي انت طلبت من ذكي يا اصطناعي تنتظر هنا شوية تقريبا اربعة خمس دقائق او ثلاث دقائق حسب سرعة الانترنت والضغط على السيرفر تلقى الصورة موجودة هنا عندك محركة جاهزة طبعا هنا يحرك لشوف لحظة التحريك هذا التحريك اللي حركوا للصورة سوى زوم بس ما سوى شي زيادة على الزوم فقط حرك لي انه سوى زوم عادي اقدر اسوى باي برنامج يعني ما ما فرقت مع اي يعني الشي هذا بسط جدا وتقدر تعطيه اعادة محاولة وتضيف نفس الوصف للصورة تعطيه اوكي عشان قبل شوية انا ما اضبت البرومبت نعيد نفس الصورة مع البرومبت نشوف ايش الاشياء ده راح يعطينيها طبعا جودة عالية للفيديو ونرجع على موقع دسكورد نشوف النتيجة هذا النتيجة ما احرك ولا سوى لاشي ما فهم الصورة نهائيا طيب هذا مشهد الاول ما احرك ليه لاحظ انه الاشياء يعني بعض احيان ده كاصلا ما يفهم عليك ولا تقدر تعتمدها بشكل كلي اخذ المشهد الثاني نشوف اختار روح للمشهد الثاني نرفع للمشهد الثاني اللي هو هذا الماعز ونعطي نفس الوصف اللي موجود موقع ايه وهذا طيب اخذ نفس الامر او اقول له بس استيديو قهولي اعطيني المشهد اعيز تحرك نفس ما تحركوا شركة استيديو قهولي وارجع على موقع بيكا بيكا في اللي في دسكورد وعطيه هو الامر برومبيت السق بهذا الخانة وعطي اوكي خالنا نشوف النتيجة ننتظر في انبوكس كم دقيقة وروح على موقع بيكا الاساسي نشوف بعد ما انا ضفت لمشهد الاول الامر ايش راح يطلب معي طبعا انا حاول الان اطلع اشياء مميزة عن طريق هذا الموقع اذا ما لقيت اروح اتجهل الموقع اللي هو افضل من هذا واللي يكون جزء مدفوع جزء مجان يعني انا حاول اسوي دليل كامل لتحريك الصور بواسطة اصطنعي شوية عشان ايش اشوف المخرجات كيف ها لاحظ معي ما ما فرقت معي نفسها طبعا حركوا دخول نفس الشي طيب لو اروح اجيب لي الصورة ثانية المشهد الثاني المشهد الثاني هذا واكتب لي فقط استيديو جهب لي ونشوف النتائج بهذا الموقع اعطي اوكي اروح على ديسكورد الان نشوف ايش النتيجة اعطانيها في امبوكس هاي النتيجة هنا نشغلها اه يعني هنا النتيجة نوعا ما جيدة لاحظ معي يعني حرك حرك لي الماعز كأنها تاكل اضاف لحركة بسيطة يعني الامور بدت تتحسن شوي بموقع بيكة لو اعطي المشهد الثاني نشوف كيف راح يحرك ليها المشاهد اروح على المشهد الثالث هذا واضيف آآ نفس ما اتفقنا علي مستدقي هبلي اعطي اوكي وانتظر في امبوكس وانا اروح على موقع بيكة نشوف ايش سوالي في الموقع الرئيسي نشوف ايش سوالي من اشياء انتظر المشهد هذا اشهد الثاني بعدها نشوف يا شباب اذا ما ضبطت معنا الامور نروح للمرحلة الثانية هي المرحلة الاحترافية واللي تعتمد علي بشكل كلية انا بحاول اني اجمع الادوات بس واشرح لكم عليها عشان يكون يمكم يعني اطلاع على جميع الادوات اللي تصنع الفيديوهات هذا الفيديو انا جاهز المشهد الثالث خبنا اشوه يعني حرك لي بالسراس الحصان ويعني يعتبر شي وحرك لي شوية بوجه الطفل والحركة ما كانت آآ صراحة جميلة مثل آآ الحركات اللي انا شرحتها او شفتها وشفتوها في قدمة الفيديو او شفتوها في فيديوهات الوصف لانه اصلا ما النتائج ما هي مرغوبة نوع ما لازم تحاول اكثر مرة عشان تصل نتيجة مرضية نتيجة جميلة را اعطيها للمشهد الاخير واشوف كيف النتيجة اخر مشهد ارفع الصورة اللي هي مشهد الاخير الطفل اعطيف البرومبت اضيف استيديو قهب لشوف الامور كيف تجري واروح على موقع بيك اشوف الصورة اللي اطلتوا اياها المشهد الثاني اه ها شوف التحريك هنا يعني كانو صار احسن تلاحظ معاي اه ادق من اه الحركة الموجودة على موقع بالنسبة الموسط بك يعني يقدر يعطيني الصورة فيها زوم فيها حركة الجميع على العناصر وفهم انو انا احتاج تحريك الماعز بس يعني حركة جميلة اه روح اعطي المشهد الثاني اضافة الصورة الطفل هذا تمام واخذ دفسته كلام استيديو قهب ليعطي اوكي ابدأ يشتغلي على هاي الصورة طبعا هاي مصط بيك المميز فيه هنا مجاني يعني ما فيه محاولة محدودة لكن فقط اه يعطيك هنا زي العلامة المائية تقدر تشيلها بل مواقع اللي راح نشوفها مع بعض وشغلة الثانية انو اه يعطيك ثلاثة ثانية للكل صورة ثلاثة ثانية شوف لاحظ معي المدات ثلاثة ثانية ثلاثة بس انها غير محدودة بس يعني ما تكون الصور محدودة يعني تحط فيها مئات الصور مجانية على مصط دسكورد يعني اضاف لي حركة للعصافير اضاف لي حركة للفهم من الرأس شوية ما تحس شوها ما هي الصورة الطبيعية يعني بس اشرح لكم الامور هذة كيف تجري على مصط دسكورد وكيف تصير على منصة بيكا نفس الاساسية ننتظر التحرك يعني هنا شوف حطاني حركة جميلة جدا صراحة اه جميلة الحركة جميلة مقبولة مقبولة من منصة بيكا طيب انا الان ما اعتمد على منصة بيكا اه شبت الامور ما ضبطت معاك تروح على الموقع الثاني هو قسم يعطيك تجربة مجانية تقريبا مئة ثانية تقريبا مئة ثانية يعني دقيقتيا وهذه توقع دقيقتيا كافية اذا يعطيك شيء كل مرة تسجل بايميل مختلف تقدر تتجرب الموقع اللي هو موقع الموقع الموقع الافضل على الاطلاق والمواصلة المشهورة في يعلم التحريك والمتطورة تطور كبير في تحريك الصور وآآ صناعة فيديوهات وآآ ازالة الخلفية والباكراوند فيها الكثير من المميزات على هذه المنصة من آآ صناعة فيديوهات يعني تحول الفيديو اذا كانت انت موجود في الفيديو تحول نفسك الى انيمي وتحريك الصور بوسطة الانيمي والتخريغ الصور وصناعة آآ وتوليد الصور بالذكاء الصناعة وتوليد ودمج الصور بالذكاء الصناعة المميز هو تحريك الصور تحريك الصور الآن راح نعطيها بشكل كبير على الراني وي رازم تفهمها على هذا الموقع التكست اضيف الخاص في الصورة الصورة ترفعها اه اضيف وصف للصورة مع مع الصورة نفسها نرفع المشهد الاول خلنا نشوف كيف راح يعطيني المشهد وايش الفرق بين وبين منصة بيك وايش الفروقات تمام نختار المشهد الاول بعد ما ترفع الصورة راح يطلب منك طبعا عدة اشياء في ادوات تستخدمها عشان تطلع بتحريك واحترافي منها حركة او حركة تبدأ تأشر او تحدد العناصر اللي انت تريد تحركها والاشياء اللي انت تعتمد عليها حركة البرش بعد ما تتحمل الصورة راح نشوفها مع بعض كيف راح نشتغل عليها وعندك القسم هذا اتجاه حركة الصورة من يمين او يسار ثلاثية لابعاد فهي طريقة لاحظة معي الصورة تدخل من يمين لليسار او من يسار لي اه يمين او من اه بشكل ثلاثية لابعاد في هذا الشكل عشان تقدر تشتغل عليها في المونتاج وهذا الشي راح يسهل عليك بالمونتاج اذا انت تشتغل على الصور بشكل كبير ما يفهم عليها غير المونتاجين والمحررين لانو بعض الاشياء تحتاج صورة تكون بزوايا مختلفة فهذا ما قد يعطيك حرية حركة الصورة لاحظ معي ثلاثية لابعاد تدخل من داخل وتخرج وهذا الشي صراحة جميل جدا ويعطيك تحكم في سرعة الحركة لاحظ معي هنا صفر فاصلة اربعة هنا سالم خمسة فانت راح تقدر تتحكم في الحركة والزوم الخاص في الحركة تقدر تزوم على الصورة يعني صراحة شي جميل جدا طبعا يعطيك للتجربة المجانية موقع رانيوي مية وخمس ثواني تقريبا دقيق كتير ويعطيك كل فيديو اربعة ثانية طيب الان عندك البرش البرش هذي هي راح تأتي بشكل كبير نختار البرش الان يقول لك حدد الاماكن اللي انت تتحركها انا اقدر احرك الان مثلا اشياء ثابت تتفرغ انت بين الاشياء ثابت ومتحركة البيت ثابت العشاء ممكن يضربها الهوا فتكون متحركة والشمس تكون متحركة شروق يعني والغيوم تكون متحركة فانا راح احدد الغيوم بهذا الشكل طبعا مو ضرور يكون تحديدك دقيق في مية بالمية عشان يفهم لانه هو اصلا بشكل مسبق يفهم يقرأ الصورة باللحظة ترفع الصورة للسيرفر او للموقع يبدأ هو يقرأ الصورة ويحللها حتى قبل انت ما تشتغل عليه وهذا الشيء صراحة قمة في الروعة وقمة في التقدم الان احدد الغيوم وحاول امسح ايش امسح الاشياء اللي موجودة على الجبل لان الجبل ثابت وحدد الشمس من جديد حدد اطراف الشمس طيب الان اطلع بقى الحركة الحركة تريدها متداخلة عندك الانواع من الحركة حركة متداخلة هذه الحركة متداخلة مع بعض عندك الحركة اللولبية حركة ماء او سحاب انا راح اختار شوية من هذا الحركة اخليها واحد فاصلة خمسة وحركة اربعة فاصلة ستة حركة متداخلة عشان يطيني حركة الغيوم متداخلة مع الشمس وهنا احتاج تكون العشاء متحركة مع الهواء تمام واحدد على الاشجار عشان تكون الحركة بجميع الصورة تكون متناسقة وحاول مساحنا الاعمدة عشان يش يكون تحت تحريكي دقيق نوعا ما طيب الان اعطي السيف وعطيه وجه النريات الان راح تشوفون الفرق الكبير بين منصة بيكا اللي شبناها بالبداية وبين منصة راني واي الاحترافية وراح يشوفه مع بعض كيف راح يكون التحريك وكيف راح يكون الشغل في الصورة وطبعا الخانة هذي الخانة هذي خانة هنا امج تطيف اه لصورة او وصف للصورة كيف تريد تتحرك وهنا امج انت تتعمد على البراش وعلى التحريك بدون امر او بدون وبربت وهنا التكست يعني بدون بدون صورة انت تكتبه الوصف اللي خاص الوصف اللي في بالك او الخيال اللي في بالك للاي مشهد او من المشاهد وهو يبدأ يولدلك المشهد ويحركه بالذكاء اصناعي ويعطيك صورة جاهزة. وراح اجرر بهذا للمشاهد اللي انشانها وشوف النتيجة مع بعض هل يفرق عن موقع هل هو صميم لصورة فعلا ويبدأ يحركها من تلقاء نفسه بدل ما رح اللفة الطويلة على موقع او موقع يكون هذا موقع فيه دمج الصور وتوليد الصور مع تحريكها وهذا الشي راح يختص عليك وقت ويختص عليك جهود ويختص عليك فلوسة كنت حاب تشترك بهذا الموقع او موقع او موقع فيعني يعتبر جميعا لك كل الادوات في مكان واحد ادوات توليد الصور ادوات رسم الصور ادوات تحريك الصور ادوات ازالة الباقراند والمونتاج كلها موجودة في هذا الموقع اللي يعتمد علي الان الكثير من صناع المحتوى تحريك خيالي شوفوا الخيال لاحظ معي الجمال الشمس هنا كانها شرقت وزاد تحمرار والغيوم بدأت تتحرك والشمس تضرب على الغيوم لاحظ معي الشمس هنا يصر لمعان يعني قمة الدقة والاحترافية لاحظ معي الفرق بين هذا الموقع وبين موقع بيكا اللي ما قدر يفهم حتى ايش الصورة اللي اشتغلنا عليها لو شوفوا معي منصة بيكا هذا الموقع هذا الموقع لو يعطاني هنا زوم بس يعني وهذا شي صراحة غبي جدا وحركة قدر اقول لها غبية جدا شوف لاحظ معي الفرق بينهم بين منصة اه لناردو او منصة اه رانيوي الاحترافية لاحظ معي الفرق في التصوير والفرق في الحركة يعني فرق كبير جدا طيب الان انا راح اجرب ايش التجربة هي يا مشعل التجربة اني اجيب نفس النص نفس اللي انشانها استكريبت في اه ديسكورد او في واضيفها هنا اشوف هل يعطيه نفس المشهد ولا افضل منه عشان نقدر نقول انه نضرب موقع هنا اردو اي نضرب ونعتمد فقط على في توليد الصور وفي رسم الصور فقط نعطيه جاهز من نروح على ناخذ اول مشهد نفس المشهد اللي انتمدنا عليه هو نفسه هذا مشهد اللي حركنا بالبداية هذا ونشوف هل يعطيه نفس المشهد ولا مختلف تماما وارح في لاسق نفس المشهد واضيف له عشان ايش يعطيني الاشي مماثل ويفهم علي خلنا نشوف نجرب يعني المنصة نشوفها كون الشي هذا مجاني نجرب ونستكشف امكانيات الذكاء الاصطناعي وامكانيات موقع راني واي اروح على موقع راني واي ونلسق استيديو قهو ليعطيه نشوف مع بعض الان النتيجة يا جماعة الان لأول مشهد احترافية وفرق كبير عن المنصة فيك وانا راح اترككم كل المنصات في الرابط عشان يكون هذا الدليل شامل كل الاشخاص اللي يحتاجون الادوات ترسم بالذكاء صناعي وتحرك الصور بالذكاء الاصطناعي وطبعا في اداء اه جهائية جديدة للان ما تم اه اطلاقها وادا تعتمد على تحريك الشخصيات بشكل كبير اه وتعتمد على تحريك الموديلز والاشخاص يعني تحول الاشخاص لي اه موديلز وكرتون وبعدين تحرك الصور بطريقة احترافية وثلاثية الابعاد خمسين في المية انا انا كنتبتول نفس الموجود في بدون ما انا اروح اللفة اروح اصمم الصورة في او مواقع مشهورة في توليد الصور انا اجيب نفسه من واضيفه في اه موقع مباشرة في موقع يعني يبدأ هو يصمم الصورة مع تصميمها هو يحركها لك يعني هو يبدأ ينشئ تصميم الصورة ويحركها لاحظة نتيجة معي صراحة نتيجة جميلة جدا صراحة نتيجة جميلة لكنه اعطاني شي واقعي يعني شوف الفرق بين الصورة هادي الصورة قريبة منها لكنه ايش الفرق هو اعطاني سماء صافية واقعية يعني هذا الشي تستخفيد منه في المونتاج يعني بشكل كبير تستخفيد منه في لحظة التحريك خلنا نشوف مع بعض يا سلام يا سلام والله اسكت اني اللي يقول ان الذكاء اصناها ما راح يستبدلنا والله هيستبدلنا ويستبدل عشرة من الجل شي مطبيعي الامكانية العالية والتحريك الجميل كأنه كاميرا احترافية كانك تصور في كاميرا احترافية لو اكبر الفيديو لاحظ معاي لحظة الجمال لاحظة التحريك الغيوم والسلاسة والشمس تضرب اعلى الغيوم والحركة الثلاثة لبعد ممتاز يعني الان انا اقدر استخدم هذا كفيديو انيمياشن واقدر استخدم هذا الفيديو كالمونتاج والفيديوهات الواقعية يعني الاثنيا يضبط معايا طيب انا اروح احرك المشهد الثاني عشان يش نكمل مشروعنا ونجرب مع بعض كل الامكانيات وامكانات البرش وامكانات الفيديو او امكانات البرش او امكانات مع الصورة نرفع الصورة الثانية خلص خلص خلصنا منها اروح للمشهد الثاني مشهد الماعز هو اه موجود ارفعنا مشهد الثاني اراح نعطيه اه برومبت ستيديو جيهابلي هنا شوف جاب لي ايش اه خلص نضيف بس استيديو جيهابلي وخلص يعني السماء الاولى المشهد الاول نعطيه جينيليات عشان ايش احرك الصورة شوفوا لاحظ بدأ يحرك الياها بدون ما انا اعطيه اداة البرش عشان ايش اه اجرب امكانيات هذا الموقع هل فعن يفهم الاشياء الموجودة المتحركة والثابتة بدون ثم انا اقشر بالبرش واحدد على العناصر اللي انا احتاج احركها الان يعني عن طريق اميج هذا الخيار يبدأ هو يحرك لك اياها فقط تعطيه اسم البرومبت او وصف التحريك فهو يبدأ يحرك لك اياها بدون ما ان تتأشر فيه اداة البرش الحركة لاحظ معي الحركة حركة يعني نقدر نقول فيها اغلاط كثيرة ما اعطني الحركة اللي انا في بالي طيب هذه اللي هي عن طريق البرومبت طيب انا 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 راح استخدم البرش البرش راح احدد على العناصر راح اتوقع انه تكون النتيجة افضل لاني انا ابدأ احدد على العناصر اللي ريد احركها واخلي الشجر ثابت طيب اخليها حركة متداخلة ناخدها حركة ما في جبان بس حركة شوية تكون تنية باصلة اربعة واحتاجها تكون يمين شوية من فوق تيجي من فوق زوم شوية هذا الطريق اعطيه وعطيه الان راح اشوف الفرق بين البرومبت انك اضيف صورة اضيف لها على الموقع رانوي وبينما انت تحدث في البرش كيف راح تكون النتيجة انتظر شوية لان احددت البرش وقبل شوية اضيفت البرومبت لمعطيه نتيجة مرضية لكن الجودة الصورة عالية جدا جودة الفيديو عالية جدا انتظر شوية يعني كم ثانية ويكون الامر عندك جاهز ثانية او المشهد الثالث المشهد الثالث او المشهد الثاني جاهز خلونا نشوف الحركة اه لاحظ الحركة بين الحركة طاني حركة كأنها تكبر يعني طاحت معي كأن الماعز يكبر وهذا شي جميل جدا لان انا طلبت منه ان تكون الحركة من اسفل الى الاعلى فافهم علي انه كأني احتاج ان الماعز تكبر وهذا الصورة جميلة جدا هذا الحركة جميلة جدا ومميزة ولو ارجع في البرشة الان احدد بدون ما احدد هذا الحركة فقط اخليها الصفر هنا اللي هي من الاعلى الاسفل اخليها من الاعلى الاسفل خليهم متداخلة بس هاي الطريقة وبعطي اوكي عشان اغير بالامر بس نشوف كيف راح تكون نتيج اعطي الصورة الثانية بعد ما غيرنا الامر خلينا الدخول من فوق لتحت صفر ونشوف الحركة الان مع بعض اه لازم تداخله شوية صار مختلف شوية يعني انت لازم تفهم اه الدخول والخروج والبرش كيف تتحكم فيها اذاة البرش ان ازودنا شوية الدخول في اعطاني نتيجة غير مرضية فاقدر اعيدها شوية واخففها واعطيه جنريات من جديد انا عدت المشهد هذا ثلاث مرات ليش عشان اصل نتيجة مرضية شوف اه طيب خلنا نشوف الان الفيديو الاخير اه طيب حركة جميلة يعني الحركة جميلة جميلة كانو الماعز يتحرك من يسار وفرق الحركة كبير عن موقع بيكا اللي شفنا مع بعض وحاولنا انو نوصل نتيجة جميلة عليه تلاحظ معي الحركة لموقع مرصت بيكا يعني شوف الفرق يعني في فرق الدقة في فرق في الصورة بشكل كبير ارجع مصة رانيوي لاحظ هنا انو الحركة سريعة ومتكررة للاشياء لاحظ معي هنا في مصة رانيوي الحركة كيف? حركة يعني شبيهة بالحركة ثلاثة الابعاد وما خفف لي ولا اثر على جودة الفيديو يعني جودة الفيديو عالية جدا جدا. طيب نروح الان نروح لمرحلة الثانية هي مرحلة المشهد الثالث. نجيب المشهد الثالث مع بعض يا شباب. هو مشهد الحصان. الحصان المتاكدني وراح يعطيني اه حركة جميلة جدا للحصان. هذه الصورة عندي موجودة. اروح اختار اداة البرش. الان اشهد اشياء للحركة في هذه الصورة احرك الحصان طبعا. احدد الحصان في البرش. والطفل. احتاج الطفل يتحرك والحصان. هي الطريقة. طيب. اشهد اشياء لي تتحرك ثانية من تحركي الغيوم. احدد الغيوم مع الطفل. هي الطريقة. عشان الغيوم تكون متحركة. عشان نطيني جمالية للصورة لان حركة الغيوم تعطيك شي جمال للصورة. هذا الشكل. واسويها متداخلة مع بعض. وبنسبة لحركة الغيوم. حركة العش بحتاج تكون زي حركة الهواء. كانوا في هواء هذا الحركة. تمام? وهنا ما راح احتاجها يمين او يسار. تمام? عشان ما اثر للصورة. وعطيه. زيت التداخل شوية. خلي خمسة في المية. وعطيه سيف. وعطيه جنريات. الآن خلصنا الصورة او انتهى الموقع من تحريك الصورة. خلو اني اغير في حركة الحركة اللولوية هذه. اوقفها خالص. اخفف شوي من حركة الدخول. خليه يسار بهاي الطريقة. وعطيه جنريات. الآن شوف بعد ما غيرت اتجاه الحركة او الاتجاهات خلنا نشوف الحركة الآن. اه لاحظ معي. تغير عندي الرجل. تصلحات الغيوم. كله تمام. حركة خفيفة للشعر. حركة خفيفة للحصان. وشي جميل صراحة. طبعا تقدر تغير. تقدر ازيدها شوي. يعني تقدر ازيدها شوي. اتداخل. راح ازيل انا امسح بعض الاشياء الموجودة هنا. عشان اريد حركة الحصان بس. ونشوف التغيرات ايش راح تجري. احاول افصل احصان ان الغيوم. طيب. ازيدها داخل شوية. هذا الشكل. او اخلي يمين. هذا الشكل. طيب. اعطي جنرية الان. طيب الان انتهينا من الحركة. بعد ما عدلنا عدة اشياء على الحركة فنشوفها مع بعض. اه لاحظ معي. الان حركة لعيون الحصان. واعطاني حركة اجمل حركة من ضمن الحركات استخدمناها. شوف حركة لكل العيون الحصان. ورجليه وكل الامور تمام. هذا الحركة تعتبر افضل حركة من ضمن الحركات الاستخدام. رح المشهد الاخير. عشان ننتهي من تحريك المشاهد. كلها مع بعض. المشهد الاخير. الطفل مع الجد. ايه طيب. الان هو رفع للصورة. راح احدد الاشياء اللي احتاجه حركة. الطائر. هذا الشيء اساسي. الاطفال. اعطيه حركة نفس ما تفقنا شوية من هنا. اعطي اوكي. اعطي يعني الحركة غير متزنة. نغير البرش نخففها شوية هذي. خليها يسار. سالب واحد. ونحاول. نعطي 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 جنريت. اي لاحظ معي الان اعطاني صورة حلوة. عصافر تتحرك ببطوء والش والجد يتحرك ببطوء. جيد. الان نزل الفيديوهات. ونبدأ نروح لماحة الثانية هي ازالة العلامة المائية. نزلت الفيديوهات كلها. طبعا ازالة العلامة المائية. ارفع الفيديو الان من هذا الموقع اترككم يا بوصف الفيديو. اروح على الفيديوهات اللي انا شغل عليها. ارفع او الفيديو. تعطي او الاكسبت. هذا الفيديو الاول. بس ان هو شغال يحمل فيه الان. مشرين في المية. بعد ان انت راح تختار المكان اللي انت ترزيل منه العلامة او في اشياء انت ما ترغب بها في الفيديو. تسيلها بواسطة هذا الموقع للاشخاص اللي ما يعرفون فيه المونتاج. واللي ما يعرفون على برامج المونتاج. يعطيك هذا المربع تحطه على اي شي ما تريد شي ما تريد تزيله من الفيديو. انا ازيل الواتر ماك اللي هي في الزاوية هذي. اصغر اصغر. خليها فقط تغطي الشعار او العلامة المائية. وعطيها. اوكي. لا بدأ يعالج الفيديو ويزيلها العلامة المائية. سكى ويكتكى واحدة يكون عندك خالص. خالص نزل الفيديو عندك. تطلع الفيديو تشوفه مورو تمام ماشى كويس. اه تمام. اخفالها العلامة المائية تماما. وخلالي اربعة ثانية. يكون المشهد الاول انتهي منه. رح نرفع على المشهد الثاني. هذا مشهد الثاني. عشان ايش? اتابع معكم الخطوات خطوة بخطوة عشان ما يقول الشخص انا ما عرفت كيف ازيل العلامة المائية. انا ما عرفت كيف اولد الصورة. كل شيء امامكم موجود مشروح بالتفصيل. وكل الخطوات حتى الاخطاء اللي تجاوزناها موجودة. عشان نقدر نفهم كيف نتعام مع الذكاء الاصطناعي وكيف نطلع ونكمل الادوات مع بعض. ونطلع بشيء احترافي. طيب انا انا من المشهد الثاني. اصغر اصغر. اوكي. اعطي اناليس. خلاص. الان يبدأ يزيل العلامة المشهد الثاني خلصنا منه. اضيف المشهد الثالث. هذا المشهد الثاني. انزله. طيب. هذا المشهد الثاني. خلاص ازال العلامة تمام. نفتح كب كات. نجيب جميع المشهد اللي اشتغلنا عليها. كب كات. انا ازلهم بالترتيب على كب كات. طيب. المرحلة الثانية هي نجيب الاصوات الخاصة في الماعز وخاصة في الطيور والعصافير. نضيف الروح الموقع اللي خاص في اصواتهم وثلاثة الصوتية. نشوف كيف راح نجيبهم مع بعض. هذا الموقع. معروف في الموقع هذا اكبر موقع مجاني في في وفي اصوات كثيرة تقدر تستخدمها. طبعا هنا هناك يعطيك تقسيمات لما يرفع باللغة الانجليزية. يقدر ترجم العربية. انا راح اختار انا هنا اصوات الحيوانات. هنا اصوات الغابة. تقدر تروح الى اصوات الطبيعة والغابة. مثلا جو ماطر. اه مثلا الصحراء. اه جو ماطر. جو محيط. شمس. غابة. اه دقة ما. كل هذه موجودة من ضمن الفيديوهات. من ضمن الاصوات. مثلا اصوات الرياح. ما تختار اي صوت منها يعجبك. انا اختار الان مثلا. هذه الاصوات تقدر تجيبها. و زي هذا الصوت مثلا. هادا صوت حصان. طيب انا 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 ازلت ال اخدهم ووديهم على برنامج افتر افكت اعفونا على برنامج كوكاة لانان متعود اصلا البرنامج افتر افكت اضيفهم هنا اضيف صوت الغابة كون الفيديو يعني جاهزة الان شوفوا مع بعض اخلى ربع ساعة وراح اترك لكم كل الاشياء اللي استخدمتها بهذا الفيديو في وصف الفيديو من ضمنها موقع بيكا لابس موقع ديسكورد او موقع ليناردو اي اي موقع كيف نستخدم اسكريبت وموقع اه اللي هو وموقع اللي هو وموقع اللي هو واتر ماكي زالت العالم المائية وموقع اللي هو حاب اقول لك انه كل الاشياء اللي ذكرتها موجودة في وصف الفيديو عشان ترجع لها وعشان يكون هذا الدليل شامل لك احفظ الفيديو عندك وشاركوا مع اصدقائك المهتمين في هذا المجال عشان يستفيدوا اكثر واخيرا لا تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس واي شي تحتاج اذكرني في التعليقات وان شاء الله انا اقرأ التعليقات كلها وارود عليها واي استفسار واي شي انا جاهز اتركوا في التعليقات او رسلني على ايميلي واشوفك ان شاء الله في حلقة قادمة كان معكم مشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر